ومن جهته اعتبر رئيس المركز العراقي لدراسات الستراتيجية دكتور غازي فيصل أن شبكة الإعلام العراقي تتحمل مسؤولية الإجراءات الخاطئة التي تتخذها مشيرا إلى ضرورة إجراء التحقيق ومساءلة في مظاهر الفساد المستشري في الشبكة الشبكة بالأساس تتحمل مسؤولية هذا الإجراء الخاطئ يعني القضية بالملايين والقضية إذا أجاز التعبير هي فساد مالي ثم هناك الادعاء العام هناك القضاء اللي ممكن يتناول هذا الموضوع ويتخذ بتحقيقات يجب أن يكونها كشفافية ومساءلة يعني ما معقولة يعني هذا مال عام تم التصرف به وتم شراء وتم أنفاق على مساحية وغيرها ومجلسة ومطبعة وواوا وبعدين هذه الأموال تبخرت في نتائج صفر يعني لابد أن تكون هناك مسائلة البرلمان، القضاء، الادعاء العام، رئاسة الوزراء راح أطيك هاي المعلومة دكتور غازي ترجمة نانسي قنقر